وينضم إلي من قبرص السيد محمد المريري مدير المنطقة العربية في أوربكس أهلا بك سيد محمد معنا في الجلسة الأولى بداية كيف تقرأ قرارات باول؟ القرار لم يفاجأ الأسواق كما قلنا ولكن كيف تقرأ اللهجة التي أرسها باول في اجتماعه يوم أمس أو في مؤتمره الصحفي يوم أمس؟ يسعد صباحك نورو المشاهدين الكرام بالفعل يمكن العنوان الأبرز كان هو ترجمة هذه التوقعات الإيجابية إلى أرقام فعلية على أرض الواقع يمكن في قطاب باول ربط أي خطوات قادمة في تغيير في السياسات النقدية في حال صدور بيانات فعلية على أرض الواقع تعكس هذه التوقعات وتحسنها سواء على مستوى البطالة باستهداف ومستويات 4.0 يمكن من 6.2 الحالية كذلك باستهدافات إجمال الناتج المحلي التي توقعوها عن 6.5 خلال عامين القادمين يمكن لفجأ الأسواق هو الفترة الزمنية الأطول التي طرحها لرفع الفائدة كانت المراقبين بانتظار أي إشارات عن تغيير في نسب الفوائد أو في برامج شراء السندات في وقت أقرب يمكن مع نهاية عام 2022 إلا أنه في سنة إضافية عطت انطباع سلبي شفنا مؤشر الدولار مع بدء خطاب كلبة مول يمكن أن يتراجع دون مستويات يمكن تقنية هام تم اختراقها وعلى 90-60 شفنا أميد دول عند 91-30 بالأمس يمكن هذا الشيء يعطى أيضا دفعة قوية في أسواق مؤشرات الأسهم بمعنى أن السيولي مستمر حتى عام إضافي حتى نهاية عام 2023 شفنا أرقام قياسية بحقاها مؤشر السنبي كمان داو جونز كان أميد دول فوق 33 ألف في المرة الأولى حتى مؤشر نازدك استطاع من تقليص الخصائر والتداول باللون الأخضر خلال جنسة أمس كيف تقرأ ما قاله باول فيما يتعلق بترك عوائد السندات ترتفع يعني هو أرثى نوع من لهجة للسفاري يعني اللي ترك السوق تتصرف بقوة السوق كيف تقرأ هذه الصورة؟ يمكن طالما أنه مستهدفات تضغط مازالت بعيدة عن مستوى 2.0 أو أكتر اللي أكد عليها على استهدافها بالأمس جيرون باول ما زال يمكن يعني لن يقوم الفيدرالي بأي خضوة تغييرية في السياسة النقدية رغم من يمكن الارتفاع اللي نشهده في عوائد السندات حتى بالأمس مع تصريحات باول شفنا متحقق ارتفاعات ما حققتها من فبراير الماضي سواء لأجل عشر سنوات شفناه 1.6 وكذلك لأجل ثلاثين سنة شفناه بحقق ارتفاعات إلا أنه ما نتصور أنه راح يكون فيه أي تغيير في الوقت الحالي طالما أنه ما زالت مستهدفات تضخم بعيدة عن أرض الواقع يمكن كمان اللي راح يعجل من ارتفاع التضخم نفس ما ذكر هو سرعة انتشار اللقاح وإعادة فتح الاقتصادات إلى وضعه الطبيعي إعادة الحركة الاقتصادية حركة الشرائية هي اللي ممكن أنه تدعم هذه المستهدفات تضخم نحو الارتفاع عند مستويات نورفينزيرا أو ما أعلى من هذا طيب ذكر باول يوم أمس في حديثه في مؤتمر الصحفي أن الشركات من الممكن هي نفسها أن تتحمل زيادة تكلفة التوظيف زيادة ربما الرواتب إذا ما حصل زيادة في الطلب على الموظفين عندما تصل مستويات البطالة إلى مستويات منخفضة هل هو بذلك يمرر فكرة أن الشركات يجب أن تتحمل هذا التضخم على أن يقوم هو بتغيير في السياسة النقدية يمكن هي أيضا من ضمن النقاط الخلافية اللي كانت موجودة على الجدول الحزب التحفيزي اللي كانت طرحها مؤخرا 1.9 تريليون وهي زيادة أجور العاملين أو زيادة اللي كان عليها خلاف إلى 15 دولار في الساعة متوجه يمكن بكلامه بالأمس إلى دعم سوق العمل عن طريق الشركات القصة برفع معدلات الأجور هذه اللي قد تدعم من تحسن سوق العمل خلال الفترة القادمة طبعا أيضا هذا مرتبط بقطاعات معينة نفس ما ذكر أن هناك قطاعات ما زالت تعاني من آثار الجائحة وهي اللي راح يتم التركيز بالدعم عليها خلافا على قطاعات أخرى متحقق عوائد أو ارتفاعات جيدة فبالتالي يمكن أن تتحمل قدر من ارتفاع مستوى الأجور فبالتالي تساعد في تحسن أسواق العمل في الفترة القادمة باول يوم أمس كان حذر وحاول تفادي الإجابة عن ما يتعلق بالقروض التي ستعطيها البنوك وكيفية تقسيم هذه الأرقام لماذا برأيك كان هذا الحذر من باول فيما يتعلق بالأسف بالفعل صحيح يمكن مزيد من السيولة اللي عم بتنطرحة راح يتم تخصيصها نفس ما ذكرنا لقطاعات معينة هي الأكثر تضررة ما حب أنه يكون يعني شمولية توزيع هذه المساعدات والتدفقات المالية أنه تشمل جميع الشركات اللي في منها بالفعل مثل قطاعات تكنولوجيا هو يعني في وضع مالي أفضل من غيره من القطاعات المتضررة مثلا مثل قطاعات طيران فبتالي يمكن التركيز وكان يعني كثير دقيق في هذا الموضوع لطرح القروض والدفعات المالية لقطاعات بعينها على خلاف جميع القطاعات في الأسواق الأمريكية اللي نفس ما ذكرنا عم تقدم أداء جيد محمد المريري مدير المنطقة العربية في أوربكس شكرا لك على هذه المشاركة